السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالصور تفاصيل أشهر زيجات نجوم زمن الفن الجميل بدايات مبهرة ونهايات غير متوقعة شهدت السينما المصرية العديد من السنائيات التي أصبحت مثالا يقتدى به في الرومانسية فلم تكن القصص الغرامية التي يشاهدها الجمهور في الأفلام مجرد تمثيل ولكنها تحولت في معظمها إلى قصص واقعية عاش فيها الفنانين وأصمرت عن أولاد ومنهم من حافظ على هذا الزواج والبعض الآخر انتهى بالطلاق ورغم اختلاف حكاية حب كل سنائي ومصيره إلا أن وقه التشابه بينهم جميعا هو اشتراكهم في الحب والمهنة والأفلام ومن أشهر السنائيات الفنانة الكبيرة فات حمامة مع الفنان عمر الشريف فلم يكن أحد يتوقع أن تجمعهما قصة حب لا سيما وأنها متزوجة من المخرج عز الدين زلفقار ولديهما ابنة اسمها نادية فات حمامة التي كانت ترفض تقديم أي مشهد أو لقطة فيها قبلة أو ملابس خليعة إلا أنها أثناء تصوير فيلم سراع في الوادي الذي شهد أول لقاء بينها وبين عمر الشريف فاجأت الجميع بما فيهم مخرج الفيلم يوسف شهين بتقبيلها الشريف وبعدها حدث الطلاق بينها وبين عز الدين زلفقار وتزوجت من عمر الشريف واستمر زواجهما خمستاشر عاما وأنجب ابنهما طارق وبعد حوالي سلاسة عقود من لقائهم الأول صرح عمر أنه لم يحب أو يتزوج بعد فات حمامة فهي المرأة الوحيدة في حياته وحبها الأول والأخير أما الانفصال فسبب بقائه في هليود ورفضها أن تترك حلمها وعملها في مصر كما قال عمر الشريف وبقيت على زمتي لمدة عشرين عاما دون أن أراها حتى طلبت مني الطلاق ومن الأفلام التي جمعتهما صراع في الوادي عام 1954 أيامنا الحلوة عام 1955 صراع في الميناء عام 1956 لا أنام عام 1957 سيدة القصر عام 1958 نهر الحب عام 1960 أما السناء الثاني الأشهر في تاريخ السينما المصرية فهما الفنان فؤاد المهندس وشويقار واللزان شكل سناء كوميدي في السينما والمصرح وقد التقي للمرة الأولى في مصرحية السكرتيرا الفني وتروي شويقار أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم أحد العروض ليخرج المهندس عن النص قائلا تتجوزين يا بسكوتا ورغم أن هذا السناء عاش معا عشرين عاما إلا أنهما انفصل وظل صديقان وشريكان في أعمالهم الفنية لتكون مصرحية روحية خطفت آخر عمل فني يجمعهما سويا وقدم العديد من المصرحيات الناجحة منها السكرتيرا الفني أنا وهو وهي سيدة الجميلة وغيرها من الأعمال الناجحة مما دفع منتج السينما لاستثمار هذا النجاح سينمائيا فقدم العديد من الأفلام السينمائية منها أخطى الرجل في العالم شنب في المصيدة أرض النفاق اعترفات زوج هارب من الزواج العتب جزاز وغيرها من الأفلام جمع بينهما فيلم ست الحسن وكان وقتها فريد شوقي حديث الانفصال عن زوجته زينب عبدالهادي وكانت هدى سلطان هي الأخرى منفصل حديثا عن زوجها الأخير فؤاد الأطرش شقيق المطرب فريد الأطرش وقد روت الفنانة الراحلة عن اللقاء الأول بينهما قائلة جلست أتفرج على التسوير وكنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع ولاحظت أن فريد يختلص النظر إلي بين الحين والآخر حتى انتهزى فرصة إعداد الأضواء واقترب مني قائلا تشربي حاجة ساعة فقلت لا أنا صيمة وبدت عليه مظاهرة دهشة وهو يقول صيمة فقاطعت قائلة وبصلي كمان غريبة فقال أبدا أبدا وغادرت الأستوديو بعد ذلك والشيء الوحيد الذي كان يطوف بزهني هو نظراته وابتساماته وأضافت لقد جمعنا أول فيلم أحصل فيه على البطولة المطلقة وهو حكم الأوي عام 1951 مع محسن سرحان وكان فرصة ليتقرب كل منا للآخر ونتبادل الحديث عن آلامنا وهمومنا إلى أن التقت عواطفنا عند نقطة واحدة ولما عرض علي الزواج كانت الإجابة أسرع من السؤال وتزوجنا في اليوم الأخير من تصوير الفيلم وخلال زواج استمر 15 عاما وأصمر عن ابنتين هما ناهد ومهى قدم خلالها أكثر من 20 عملا كسنائي مميز في رصيف نمر خمسة وجعلوني مجرما والأسطى حسن وبور سعيد وغيرهم ويفاجئ الجميع بعد ذلك بإصرار هدى على الطلاق بعدما رأت في المجلات اللبنانية والجرائد العربية صورا للعلاقات الغرامية لزوجها وحدث الطلاق بالفعل بعد عدة محاولات من فريد شوقي للم الشمل باءت بالفشل إلى أن انفصل في الستينيات لتتزوج بعده من المخرج المسرحي حسن عبد السلام أغنية أنقل بدليلي هي التي جمعت الفنانة الراحل أنور وجدي والفنانة ليلى مراد بعد رقصهما معا والتي اعتبرت بمثابة زفة للعروسين واستمر زواجهما سبع سنوات حتى انفصل في الوقت الذي كانت ترفض فيه الفنانة مجدى الخطوبة أو الزواج رغم كونها في قمة نجوميتها وتألقها لأنها كانت تبحث عن نصيبها الذي لم تراه في من حولها وعندما ذهبت لحفل أقامتها السفارة الروسية بالقاهرة وتقابلت مع الطيار الشاب بالوسيم إهاب نافع ليدق الحب بقوة وعنف جدار قلبها وتدخل أخيرا بيت الزوجية وبدأ مشوارهما الفن مباشرة مع الحقيقة العارية أمام زوجته وقررت تجربة في العام التالي في هجرة الرسول واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجب ابنتهما غاد نافع وانفصل بعد أن قدم النداها آخر أفلامهما معا يعد قصة السناء حسين فهمي ومرفت أمين في السينما المصرية خلال فترة السبعينيات تزوج بعد انفصال مرفت عن زوجها الثاني عازف الجتار عمر خرشد وانفصال حسين عن زوجته والتي كانت من خارج الوسط الفني وأصمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي منا واستمر هذا الزواج فترة طويلة ولكنها مع ذلك انفصلت عنه بعد 12 عام من الزواج وقد اشترك النجمين في العديد من الأفلام ومنها أسفى أرفض الطلاق عام 1980 حافية على جسر الزهب عام 1976 رجال لا يعرفون الحب عام 1979 الإخوة الأعداء عام 1974 تحولت قصة الحب التي جمعت بينهما في فيلم أغلى من حياتي إلى قصة حقيقية بين الفنانة شدية والفنان سلاحظ الفقار ولكن قصة الحب هذه لم تصمت سوى عام واحد وحدث الانفصال بينهما بعد فقدان شدية لجنينها ودخولها في نوبة اكتئاب أثرت بشكل كبير على علاقتهما ومن أهم الأعمال التي جمعت بينهما مراتي مدير عام وكرامة زوجتي وعفريت مراتي بعدما كانت قصة حبهما مهددة بالفشل بسبب معارضة أسرة سراج مونير لهذا الزواج إلا أن الفنان القدير نجيب الريحاني تدخل لإنقاذ قصة الحب التي نشبت بين سراج مونير وميمش كيب وظل معا وكونا سنائيا رائعا في السينما المصرية واستمر زواجهما لمدة 15 عاما انتهت بوفاة مونير وإصابة ميمش كيب بأزمة نفسية بعد وفاته الأمر الذي اضطرها إلى مغادرة بيتها والسكن في آخر للهروب من ذكرياته أما دلجوان السينما المصرية رجدي أبازة فقد وقع فريسة للحب بعدما تم ترشيحه لبطولة فيلم الرجل الثاني أمام سمية جمال وصباح وهو الفيلم الذي يعد نقطة تحول في حياة رجدي أبازة ومع انتهاء تصوير الفيلم انطلقت زغاريت معلنة زواج البطلين النجمين سمية ورجدي واستمر زواجهما نحو 18 عاما لم تهدأ فيها نار الحب بينهما ولكن رغم ذلك وقع الطلاق بينهما بسبب نيران الغيرة لكن ظل رجدي أبازة يذكر أن سمية جمال هي الأقرب إلى قلبه من بين زوجاته الخمس كان السناء يعملان معا بفرقة فاطمة رجدي وزات يوم صافر معا إلى رأس التين لتقديم عرض مصرحي وهناك تلقى المليجي خبر رحيل والدته التي كان متعلقا بها كثيرا فقامت الفنانة علوية جميل ببيع أساورها الزهبية وأحضرت له النقود حتى يسافر ويقيم الجنازة لوالدته بعدها طلب المليجي الزواج من علوية جميل فوافقت على الفور وكونها معا سنائيا في مجموعة من الأفلام تزوجت الفنانة كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش عام 1958 وأنجبت منه أربع أبناء شريف يعمل مهندس وأحمد يعمل مخرج وهبة والإعلامي معتزة دمرداش وبدأت كريمة مختار حياتها الفنية من خلال برنامج الأطفال الإزاعي الشهير باب شارو وقدمت للسينما والتلفزيون والإزاع عدة أعمال خالدة ومن أجمل الأدوار التي حظيت بشهرة واسعة في مسيرة الفنانة دورها ماما نونا في مسلسل يتربف عزه مع الفنان يحيى الفخراني تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة شمس البرودي بعد انفصالها عن زوجها الأمير خالد بن سعود بعمين وأنجبان ريمان ومحمود وعمر وعبد الله وما زال زواجهما قائم إلى الآن ومن أشهر الأعمال الفنية التي جمعت شمس البرودي وحسن يوسف فيلم الجبان والحب ورحلة حب وحكاية تلت بنا كان نور وجها جديدا في مسلسل القاهرة والناس للمخرج محمد فاضل والذي شاركت بوسي في بطولته في أواخر الستينيات وتم الزواج بينهما في عام 1972 وأنجبا صارة ومي واستمر زواجهما 30 عاما وجاء خبر انفصالهما عام 2006 بمثابة صدمة كبيرة للكثير من محبيهما في أنحاء العالم العربي من أهم الأعمال التي جمعتهما حبيبي دائما الذي يعد واحدا من أهم الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية وفيلم زمن حاتم زهران والعاشقان الذي شهد آخر تعاون بينهما التقي للمرة الأولى داخل الاستوديو عندما كان محمود ياسين وجها جديدا بفيلم نحن لا نزرع الشوك أمام الفنانة شادية عام 1970 وكانت شهيرة طالبة في معهد الفنون المصرحية لينمو الحب بينهما ويتزوج في العام التالي مباشرة بعد فترة خطوبة دامت تسع شهور وينجبها رانيا وعمر وشارك محمود ياسين وشهيرة معا في بطولة 14 فيلما من أشهرها سؤال في الحب عام 1975 شقة في وسط البلد عام 1975 الجلسة سرية عام 1986 نواعم عام 1988 رغم علاقات فتى الشاشة الأصمر المتعددة أحمد زكي إلا أنه تزوج مرة واحدة فقط من الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها ابنهما هيسم إلا أن الطلاق تم بعد مرور عامين فقط على زواجهما بعد أن رفضت هالة اعتزال التمثيل ظل الفنان أحمد زكي بعد هالة يبحث عن امرأة تملأ حياته ولكنه لم يجد فكان يردد أنه يتمتع بعملية البحث عن الزوجة والحبيبة والأم والابنة في امرأة واحدة وكان يقول أنه البطل الحقيقي لفيلمه الشهير امرأة واحدة لا تكفي بعد قصة حب كبيرة بين الفنان سميرة غانم والفنانة دلالة عبد العزيز تزوجها عام 1984 ومن أشهر أعمالهم الفنية فيلم يا رب ولد وأنجب دنيا وإمي التي عمل في مجال الفن وتوفي الفنان سميرة غانم في مايو عام 2021 متأثرا بإصابة بفيروس كورونا وبعدها بسلاسة أشهر لحقت به زوجة الفنانة دلالة عبد العزيز بعد معاناة استمرت لأكثر من سلاسة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا أيضا ترجمة نانسي قنقر